أكيد إحنا رح نحكي أكثر وأكثر من خلال ضيفنا اليوم في الستوديو لكن قبل ما نتعرف على الضيف ونحكي أكثر بعناوين مهمة حول هذا الموضوع رح نروح للعراق ونشوف هذا التقرير عن عدد من المؤثرين ثم نعود لحوارنا خليكم أبقى على سقف واحد ومحدد في تناوله الموضوعات الاجتماعية والثقافية كثير من مدون وسائل التواصل الاجتماعي وجدوا أنفسهم محكمين على محتوى ينافس فيه وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومع ذلك تمكنوا من الاستمرار في التواصل مع جمهور عراقي ومحلي من مدن مختلفة هذه منطقة الحياة الصعبة كلش في العراق نحن مجتمع متأثرة هواية بالضغوط لدائر مدائرة فكرة إنشاء أصلا محتوى أنا متأكد أغلب المدونين أو صناع المحتوى المكتوبة أو المحتوى المرئي داخل السوشال ميديا عموما أغلبنا ما كانت الفكرة أنه نصنع محتوى لا كانت الفكرة أنه نريد أن نصنع جو ملائمة جو نضيف قدر الإمكان تجارب التدوين الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أغلبها حديثة على الشارع العراقي وحالها حال مفاهيم مثل الديمقراطية قد يحسن البعض أو لا يحسن آخرون استخدامها والمدونون بين الإعلام والسوشال ميديا يجدون أنفسهم جميعاً في سفينة جديدة بدأوا خبرها منذ أعوام تمتد على مدى عقد واحد 2010 كتبت شي بسيط والناس عجبتهم طريقة الكتابة ومنها النقطة بدأت أصنع جمهوري بدأت جمهوري ينصنع لأن الجمهور لازم بي ناس تشبهش على الرغم من وجود كل السلبية بموسائل التواصل الاجتماعي بس أكوهواي ناس إيجابيين أكوهواي ناس ساكتة ما عدها مجال تعلق لأن ما لاقي المنشور المناسب حتى تدلوا بدلوها مصطفى بهجة أحد المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي يعد تجربته جسراً للتواصل بين الأسماء وشخصيات العراقية والعربية وما يفضله شخصياً ليشارك آراءاً قد تكون لذعاء أوزهات نظر غير سائدة من بغداد صابرين كاريم